أليات الخروج من الاتحاد الأوروبي تنطلق بعد أن سلم السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو رسالة لبلاغ ببريكسيت لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الرسالة وقعتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزامي وهي رسالة التي ستفتح فترة مفاوضات من عامين لتحديد سبل الخروج من الاتحاد الأوروبي لا توجد أي مظاهر للقول إنه يوم سعيد لا في بروكسل أو لندن كل الأوروبيين بما في ذلك نصف المصوتين البريطانيين كانوا يريدون البقاء معا وأن لا يتفرقوا أجرت بريطانيا استفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي وبعد تسعة أشهر على التصويت لصالح الخروج تبشر بريطانيا رسميا عملية الانفصال التاريخية عن التكتل الذي انضمت إليه قبل أربعة واربعين عاما ليبدأ العد التنازلي قبل الانفصال التام في ربعي 2019 عملية المادة الخمسين جارية وستترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي تماشيا مع رغبة الشعب البريطاني هذه لحظة تاريخية لحظة تؤكد اللاعودة للوراء بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي ستكون لنا قراراتنا لوحدنا وقوانيننا الخاصة المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستستغرق عامين لإنهاء شروط خروج بريطانيا وتأسيس علاقات مستقبلية بين الطرفين علاقات قد تتقوى سياسيا لكن انعكاساتها على الاقتصاد بدأت تلوح في الأفق منذ أن أعلنت بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي اشتركوا في القناة